الآن الوضع سيكون مختلف جدا العراق يطمح بشدة للقب رابع وعمان أيضا تطمح بالتجويج لكن الكفة مع العراق في ملعبه وجمهوره لذلك سنتوقع أن تكون مباراة جميلة وأهداف أيضا جميلة توقعتي لمباراة هذا اليوم أنه يكون بشكل إيجابي للمنتقب العراقي ونحن سعداء جدا أن اللعبة صارت في أراضي عراقية في محافظة البصرة والذي نتمنى أنه في فترات القادمة يعمل أمان أكثر لجلب فرصات أكثر لفعاليات الرياضية مثل كاس آسيا وكاس العالم والذي نرجو من المواطنين في حال فوز الأكيد للشعب العراقي والمنتخب العراقي عدم إطلاق أعيرة نارية إن شاء الله فوز المنتخب العراقي النتيجة إن شاء الله تكون إيجابية ومنيتي إن شاء الله يعمل أمن ودائما الفرحة تكون للشعب العراقي لأن الشعب بس هاي الفرحة هي كرة القدم لتفرحة والله إن شاء الله اليوم إحنا كنا رح نسادل المنتخب الوطني من أجل تحقيق اللغب لأن هذا اللغب مهم بالنسبة أنك عراقيين وبالنسبة أنك عرب أول شيء البطولة حقق هدفين أنه ضمتنا إلى العرب وأنه نجاح البطولة من نجاح العراقيين نجعي شوف أنت العراقيين كلهم سادة هذه البطولة من الشمال إلى الجنوب كل هذه الدور نجاح البطولة وإن شاء الله رح نقف في المنتخب العراق وإن شاء الله رح نحقق اللغب كلش فرحة كلش فرحة من الفين الآن ما كماشنا بعد كاساسية مثلا الفرحة اللي صارت واتمنى أنه كنا بالبطرة من نحضرها ولكن الظروف صارتها من المتحانات يعني كلش صادت غص علينا نحن للأطلاب خلي نفرح بالعراق يعني وتمنيت أروح البصرة يعني تتابع اللعبة وهذا بس ظروف وهذا وعندنا دوام بالجامعة فالظروف ما قدرنا نطلع وإن شاء الله الفوز العراق ننتقل بالعراق إن شاء الله والله مشاعر حيل حلوة وفوزهم ووصلهم إلى مرحلة يعني ما شنا متوقعيها والحمد لله لو وصلوا للمرحلة فرحتنا حيل فرحت شعب العراق كله كيف توقع اليوم نتيجة؟ والله توقع نتيجة إن شاء الله إن شاء الله لنا 2-0 ما رحت للعبة لأن أول شي ما نطلع أطلع ثاني شاعدنا دوام وامتحانات وبصراحة أنا خارج المحافظين أوهم فما قدرت أصل البصرة هذا العرس الجماهيري الكبير الذي أتحفنا وحسنا صورة العراقيين لدى الدول العربية ودول العالم كافة اليوم المباراة النهائية اللي هي بين العراق وعمان الفريقين هم عرب وأخوة متحابين وإن شاء الله ماكو فرق بناتنا بس بالتأكيد نحن نتمنى الفوز لفريقنا حتى يسعد هاي الجماهير اللي بالملايين الآن هي موجودة في البصرة طبعا اليوم موعد اللعبة النهائية على بطولة الخليج العربي وأعتقد ليس مسألة لعبة كرة قدم وإنما صار لقاء أخوي إنساني بين شعوب المنطقة كافة نتمنى الفوز للفريق العراقي ومن يؤازر الفريق العراقي من بقية المجتمعات سواء كانت خليجية أو غير خليجية الفوز بعون الله للفريق العراقي بعد انتظار طويل باللعب الملاعب العراقية نتمنى من المنتخب العراقي أن يتتوج هذه الانتظار وفرحة الجماهير بالفوز نتمنى في هذا اليوم هو فوز المنتخب العراقي في بطولة خليجي 25 ونتمنى احتفالات تليق بالشعب العراقي كما كان هذا الحفل الكبير الذي ابتدأ في خليجي 25 أمنياتنا كل الأمنيات للمنتخب العراقي بتتويجه ببطولة كأس الخليج اشتركوا في القناة